أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبرسة الكويت متراجعاً بنسبة 0.56% عند مستوى 7945 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون دينار واتجأ سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسبة بلغت 4.58% عند دينار فاصل 23 تدولات سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 3.42% لغلق عند 0.15 دينار ادنى تدولات سهم شركة عقارات الكويت بنسبة 2.60% لغلق عند 0.15 دينار بينما تصدر سهم شركة ميزان القابدة قيمت الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 3.35% لغلق عند 0.49 دينار ترجمة نانسي قنقر